أولاً عبارة صانع نتائج الانتخابات العراقية أحتاج أن تعطيني توصيف ومن هو وبالتالي هذا الصانع أنتج قوة أكثر تشدداً أريد أن أفهم من هي هذه القوى والشيء الثالث أنت تقول ينبغي دراسة مؤشرات المجتمع العراقي وكأنك تتهم المجتمع العراقي هو الذي ينتج القوى المتشددة هذه استفامات خطيرة أستاذ خالد ما رأى عبرها؟ جيد جيد جداً خلي أروح أبدأ من الأخيرة أنا ذكرت بشكل واقعي أنه إذا فعلاً صحت الاتهامات على أن الانتخابات مزورة وأن هناك جهات دولية وإقليمية ساهمت بعملية تزوير الانتخابات معنى أكو صانع لنتائج الانتخابات وهذه بالحقيقة نتائجها ينبغي أن تدرس هذه الانتخابات أن الصانعين يريدون دينا وإذا لا مشينا بنظرية أن الانتخابات نزيهة وشفافة وأن هذه إرادة الناس وكانت النتائج أيضاً هذه خلاصتها أن القوة التي أكثر تشدداً فازت بالانتخابات فمعنى ذلك يرادنا فعلاً دراسة لمؤشرات هذا الانحياز الاجتماعي أو النخبوي أو الشتريد السميد جماهيري لأن النخب السياسي النخب الإعلامي النخب الإجتماعي المعنية بهذه التوصيفات التي جنابك ذكرتها ينبغي أن تدرس هذه الظاهرة لأنها ظاهرة ملفتة للانتباه وفعلاً قد تشكل خطورة على مستقبل الوضع السياسي بالبلد والوضع الاجتماعي بالبلد الأمر الآخر لسؤالك الأول أنه من هي هذه القوة التي أكثر تشدداً أنا أعتقد كل المتابعين للشهد السياسي العراقي يعرفون وأنا عبر التعبير أعتقد شوية دقيق أنا قلت مو متطرفين قلت متشددين أكو قوة سياسية معروفة بالمشهد السياسي أكو قوة سياسية معروفة أكثر تشدداً يعني مواضح في مواقفها في سياساتها كل القوى السياسية الموجودة عدها توصيفات واضحة محددة أنا الآن ولا أنت مو معنيين الآن في التوصيفات لقدر ما معنيين في تشخيص الضواعق أستاذ خالد خلي أقول لك إجهز أنت معني أنا ما يهمني الآن أن أشخص التالي هناك قوة سياسية فازت بمقاعد أكبر في هذه الانتخابات والتيار الصدري مصنفة على أنها متشددة التيار الصدري أكثر المقاعد هناك قوة سياسية أخرى أستاذ خالد هناك قوة سياسية دا سمعني خلي أكمل هناك قوة سياسية فازت أيضا بالانتخابات وهي بالنقيض من هذه القوى الأخرى وأيضا متشددة بشكل معاكس إلها لمجمل القوة السياسية الفائزة أكو طرف ثالث هم فاز بالانتخابات أهم أيضا مناقف بشكل متشدد لتوجهات القوى السياسية التقليدية والحالية هذه الظاهرة من التشدد وجذب المتشددين يرادلها دراسة وتأمل كثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر